السؤال الأول يبدو أنه كان من بقايا أسئلة الحلقة الماضية سائق تارسي عارف يعلم أن الشخص الذي يعمل على عربته بخيل جدا على أهل بيته وزوجة الشخص البخيل طلبت من السائق أن لا يعطي لزوجها أجره كاملا ويستقطع منه جزء يعين به هذه السيدة التي لا يعطيها زوجها ما يكفيها ولدها بالمعروف فهل هذا جائز مع العلم أن السائق متأكد من بخل زوجها الشديد على أهل بيته ابتداء لا شك أن نفقة المرأة واجبة على زوجها مهما كانت المرأة موسرة ومهما كان الزوج فقيرا إن كان فقيرا لها أن تستدين على حسابه وعلى ذمته ما يكفيها ولدها بالمعروف وإن حقوق العباد لا تبرأ منها الذمم إلا بالأداء أو بالإبراء وحقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة وكفى بالمر إثما أن يضيع من يعود هذا كمبادئ قواعد أيضا من القواعد أن للمرأة زوج البخيل أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف من مال زوجها ولو بغير علمه هذه فتوى سيد المفتين وإمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه عندما جات هند واشتاكت إليه بخل زوجها أبي سفيان فأسالت هل علي من حرج إن أخذت من ماله بغير علمه قال خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف تطبيق هذه المبادئ على هذه الحالة المعينة المطروحة أمامنا طبعا صحة المقدمات على مسؤولية المستفتي نحن لم نتحقق من بخل الزوج ولم نعرف مدى صدق الزوجة في دعواها ولم نتحقق من مدى تقتيره وشعري وبخلية عليها وكل هذه مقدمات لابد من التحقق منها قبل الوصول إلى موقف شرعي نهائي لكن كإعلان مبادئ إذا صح ما تقوله وكان الرئون مقترا على أهله وعلى ولده ويمنع حقوقهم ويلجئهم إلى هذه المسالك الملتوية فهو ظالم لنفسه بهذا البخل ظالم لزوجه وأهله ولصديقه الذي أتاح له أن يعمل عنده على عربتي أن يعينه على نفسه وأن يعينه على شيطانه فقد يتسع النظر الشرعي أن يستبقي جزءا من أجره ليدفعه إلى زوجته لكي ترتفق به وتحصل منه كفايتها وكفاية ولدها بالمحروف والله تعالى أعلى وأعلى